كيف يستغل يوتيوب ثقرات الإدراك لتحقيق المزيد من المشاهدات؟ ما يقارب ثلاثة أرباح المحتوى المعروض على يوتيوب هو عبارة عن مقاطع فيديو مقترحة عبر آليات ميكيا فيلية مصممة لاستغلال الثقرات في الإدراك البشري ومنها ما يعرف بالنمط المظلم يحرس عدد من الباحثين في مجال علم النفس الإدراكي على تصليط الضوء بشكل أكبر على الحياة المستخدمة في يوتيوب وغيرها من المواقع لتحقيق نسب أعلى من المشاهدة والتفاعل ويطالبون بوضع ضوابط أخلاقية أكثر سرامة لأرض تلك المحتويات في تقرير نشرته صحيفة لفيقارو الفرنسية يقول كاتب جوليان هيرانداز إن الخوارزميات التي يستخدمها أمالقة الويب تعمل ببراعة على جذبنا نحو محتويات محددة بهدف دفعنا إلى متابعات المزيد ويؤكد الكاتب أن ما يقارب ثلاثة أرباع المحتوى المعروض على اليوتيوب هو عبارة عن مقاطع فيديو مقترحة عبر آليات ميكيا فيلية مصممة لاستغلال الثقرات في الإدراك البشري ومنها ما يعرف بالنمط المظلم وتوضح سفيرين إيرل أستاذة علم النفس الإدراكي وبيئة العمل في جامعة رين أن النمط المظلم المستخدم في يوتيوب هو عبارة عن تسلسل لا نهائيا من مقاطع فيديو يتطلب الأمر أن يقوم المستخدم بتعطيل هذه الخوارزمية وإلا ستظهر مقاطع الفيديو دون توقف وحسب رأيها فإن ما يحدث في ظل تذفق تلك المقاطع هو أن المستخدم ينجذب تلقائيا نحو مشاهدة المزيد حيث يتغير تصورنا للوقت والمكافآت ونرغب باستمرار في البحث عن محتوى أفضل من المحتوى السابق وفي محاولة لفهم هذه الخوارزمية التي يستخدمها اليوتيوب بشكل أعمق شاهدت الباحثة عددا من مقاطع الفيديو المتعلقة بنظرية المؤامر المعروفة باسم QAnon ولاحظت أمرين أساسيين الأول أن يوتيوب يميل إلى اقتراح محتوى أطول وأكثر انتشارا بهدف إبقائنا على المنصة لأطول فقرة ممكنة والمراحظة الثانية هي أن مقاطع الفيديو نادر ما تحمل محتوى نقضي تحليلي بل هي في الغالب مقاطع ذات محتوى عاطفي لا تدعمه الوقائع والحجج المنطقية وتضيف إيرل تدريجيا جعلتني الخوارزمية أن جرف إلى فقاعة متسسلة تضعنا مقاطع الفيديو في حالة يطلق عليها في علم النفس الإدراكي بحالة التدفق وهي حالة تؤثر على الوعي وتجعلنا نفقد السيطرة على إدراكنا إنها تجربة تسمى الاستمتاع الذاتي وهذا ما يفسر عجزنا عن مواجهة هذا المصار الذي يستحوذ على انتباهنا بالكامل ومع ذلك ترى الباختة الفرنسية أنه لا يمكن تحميل المسؤولية بالكامل لخوارزمية يوتيوب لأننا نحن المسؤولون بالأساس عن الدخول إلى الموقع والبحث عن المقاطع التي تنسجم مع أفكارنا ومعتقداتنا وهو ما يعرفه بالانحياز التأكيد في هذا السياق يوضح أستاذ العلم النفس الإجتماعي في جامعة بروكسل أوليفي كلاين أن الفراضيات التي نسعد الحصول على معلومات بشأنها عادة ما تكون فراضيات وأفكار منتشرة على نطاق واسع ومن ثم فإن الخوارزميات تقترح تلك المقالات والمقاطع التي تحظى بعدد كبير من المشاهدات يوضح الكاتب أن استحالة الفصل بين البشر وانحيازاتهم المعرفية جعل بعض الباحثين يطالبون بتطوير خوارزميات تراعي الجوانب الأخلاقية والتشير إيريل إلى أن هناك بعض الحلود الخجولة التي ظهرت مؤخرا على سبيل المثال ينصح موقع تويتر مستخدميه بقراءة أي مقال قبل إعادة تغريده أما على يوتيوب فسيكون ذلك للأسف أكثر صعوبة لأن المستخدم هو الذي يتحكم في عملية البحث الأولى ومن جانبه يؤكد كلاين أن المفوضية الأوروبية قدمت بعض المقترحات لجعل خوارزميات أكثر شفافية وتوضيح آليات عرض المعلومات وحسب رأيه يجب أن يكون هناك وعي أكثر بطبيعة هذه الخوارزميات وما نتعرض له من محتويات لكن ذلك لن يحل مشكلة العرض التي تؤثر على قراراتنا وأحكامنا حتى إن أدركنا أن هذه المعلومات غير موثوقة أو خاطئة